السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا طلابنا الأعزاء طلاب الصف الحادي عشر ودرس جديد من دروس الفيزياء بعنوان القوى والحركة في بعدين أهداف الدرس يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن أولا يستنبط قوانين نيوتن في بعدين في اتجاهي X و Y ثم يستنبط معادلات الحركة في بعدين في اتجاهي X و Y بداية أعزاء الطلاب نشاهد هذا الفيديو ونلاحظ قفز هذا اللاعب ثم نحدد المستوى الإحداثي الذي يتحرك فيه بعد القفزة وقبل أن يسقط على الأرض حسنتم يتخذ مصارا منحني وسوف نتعرف على هذا المصار أثناء دراستنا لهذا الدرس بإذن الله عزيزي الطالب درست سابقا أن الكميات المتجهة مثل السرعة المتجهة والعجلة والقوة والتي تقع بين المحاور الإحداثية X و Y يمكن تحليلها إلى مركبات على تلك المحاور لأنها كميات متجهة فمثلا متجه السرعة V تم تحليله إلى مركبتيه VX و VY هذا المتجه V نحلله في الاتجاه الأفق VX والرأس VY أيضا متجه العجلة A تم تحليله إلى مركبتيه AX و AY هذا المتجه A في الاتجاه الأفق AX والرأس AY وهنا كذلك متجه القوة F يمكن تحليله إلى مركبتيه FX و FY هذه F في الأفق FX و في الرأس FY وكما درست حول قانون نيوتون الثاني فإن محصلة القوة المؤثرة على جسم F equal MA كذلك أيضا يمكن تحليل المA في الاتجاه الأفقي أي في الاتجاه X عبارة عن M AX وفي الاتجاه Y M AY وتكون مركبات تلك القوة المحصلة كالتالي FX أي محصلة القوة في اتجاه X تساوي M مضروبة في AX FY equal M مضروبة في AY نستنبط من هنا أحباب الطلاب أن القوة والعجلة والسرعة كلها كميات متجهة وبما إنها متجهة فيوجد لها قيمة في اتجاه X وقيمة في اتجاه المحور Y ولكن لماذا لم يتم تحليل الكتلة إلى مركبة رأسية وأفقية؟ أحسنتم لأن الكتلة كمية عددية أو كمية قياسية فلا ترتبط بالاتجاه والآن مما سبق نستنتج أنه يمكن تطبيق قوانين نيوتن بشكل منفصل في بعدين X و Y كما يمكن أيضا تطبيق معادلات الحركة في بعدين X و Y كما سنلاحظ معادلة السرعة كانت تقول معادلة السرعة نعم V equal V node plus A T وأحيانا نسميها VF equal VI plus A T هل يمكن كتابتها في بعدين؟ بمعنى أننا نكتب V في اتجاه X و V في اتجاه Y نعم أحسنتم نكتبها VX تساوي V node X plus A في اتجاه X أيضا مضروبة في T T X لا يا أستاذ T كمية عددية الزمن كمية قياسية فلا نكتب معه اتجاهات أيضا VY تساوي V node Y plus A Y مضروبة في الزمن الكمية القياسية أما بالنسبة لمعادلة الموقع X تساوي أحسنتم X node الموقع الابتدائي وإذا كان الموقع الابتدائي من صفر فلا داعي لكتابة X node plus V node T السرعة الابتدائية مضروبة في الزمن plus نص A العجلة مضروبة في مربع الزمن وإذا أردنا أن نكتبها في بعدين X و Y فتكون كالتالي X equal X node plus V node X يعني السرعة أو مركبة السرعة في اتجاه الـ X مضروبة في الزمن plus نص A X متجه العجلة في اتجاه الـ X في مربع الزمن وهنا أيضا يمكن كتاب Y equal بمعنى الإزاحة أو الموقع في اتجاه المحور Y يساوي Y node إذا لم يكن يبدأ من الصفر وإذا بدأ من الصفر فلا داعي لكتابتها plus V node Y T plus نص A Y T power 2 عودا للعداء في تهيئة الدرس تذكرون العداء نعم كان يجري بسرعة ما في اتجاه المحور X ثم تحرك لأعلى وبدأ يقفز وأثناء قفزه تحرك بسرعة ما ولكن هذه السرعة المتجهة يمكن تحليلها في اتجاه الـ X V X وأيضا في اتجاه الـ Y V Y أحسنتم ثم ننتقل إلى مثال ينطلق طفل صاعدا مرتفع بسرعة ابتدائية أفقية مقدارها 5.5 متر بير ساكند متحركا بعجلة منتظمة أفقية مقدارها 0.2 متر بير ساكند سكوير لمدة 5 ساكند احسب المسافة الأفقية التي تحركها الطفل في تلك الفترة أوطف الفيديو وحاول أن تجيب على السؤال فإنه يعتمد على المعادلات التي كتبناها بالصفحة السابق ثم نعود هذا هو الطفل الذي يتحرك على مرتفع هذا المرتفع أشبه بمنحدر مائل وهو يتحرك يمكننا أن نحلل السرعة والعجلة في اتجاهين الأفق VX و AX أما الرأس VY و EY هنا أحباب الطلاب أسمعكم تقولون نحتاج لحساب المسافة الأفقية فنستخدم معادلة الموقع X تساوي X نود بلاس V نود XT بلاس نص A T باور 2 وهنا تحرك من سكون بمعنى أن الـ X نود الموقع الابتدائي بصفر ثم نعود بمقدار السرعة الابتدائية 5.5 ضرب الزمن 5 بلاس نص AX0.2 و مربع الزمن 25 ثم بالحاسبة نجد أن X تساوي 30 والوحدة متر إلى هنا أعزائي الطلاب قد انتهينا من درس اليوم مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته